السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هعمل معاكم طريقة كفتة الحادي بطريقة سهلة جدا وان شاء الله تنفى معاكم عندنا هنا نص كيلو او هنقول 650 جرام من اللحمة عندنا 250 جرام من السنين عندنا 250 جرام برضو من البصل من تفل البصل يعني انا واخد البصل وعصارته جامد بأدية ودوت التفل بتاعه لازم نعصره كويس جدا يا جماعة طيب عندي البهارات ملح في الفل اسود كسبرة بهارات لحمة عندي جسط طيب هاخد منها زي رشة بسيطة عندي كفتة الحادي من الماغي طعمها بيفرق جدا في الكفتة جربوها هتعجبكم جدا طيب يلا نبدأ هجيب اللحمة المفرومة سيكون تعرفوا خلاق جدا تسويق جدا شاءŞه ثم نحضر من الفوز سوف أضع رشة بس ممتاز سوف أضع رشة بس ممتاز سوف أضع رشة بوهارات لحمه وصف تيبو سوف أضع رشة بس ممتاز سوف أضع كيس واحد سوف أضع عجن يجب أن يضع عجن بكل ماء في الخلف عشان السنين يدخل في اللحمة واللحمة يعني كل المكونات تدخل مع بعض البصل مع السنين مع كل حاجة يعني اهري نفسك عبنينة اخذ كل المكونات كده زي ما احنا شايفين انا قعدت تقريبا عشر دقايق بعجن فيها والمهم كل في العجن ان انا بعد ما عجنها ألاقيها زي في خيوت كده ما بين كل حاجة والتانية كده هي تدخلت معي حاجة تانية تثبت ان هي تمام وشغالة انا بعملها كده ما فيش اي سوايل في ايدي هي ثبتة على موقفها وهي كويسة كده يعني لو عملتها كده اهي كل الحاجات دي بتثبتلك ان انت ماشي صحي وتمام طيب انا كان من door انت نعم ليصاصني الي ه me الي احنا哈نا بنشوي عليها المشويات فى الفرن دي انا بصبع عليها تمام هابدا اصبع دلوقتي عندي مية البصل الي انا اخدت لتفل بتاعته احطي ايدي فيها واعضها بى ايدي كده وااخدها واا دخل يستحسن طبعا ان تتخلي الصباع رفاية وطويل لان هو في الفرن بيكش بيحط بصبع بطريقة دي لابدلي ايدي هنا في مية البصل اللي ممكن وانتي بتعمليها تعملي حبة كتير بقى كده وتعينيهم بينفعوا جدا جدا في وقت الزنقى راجع من الشغل ومش لاحق ان انتي تعملي الاكل بطلع من الفريزر وبتعملي على طول كده احنا عملت خلاصة الصينية وهبدأ في الصينية كمان عايز اقولكم معلومة كمان عن الحاجات اللي بتفصل الكفتة وما بتخليهاش متماسكة اول حاجة ان البصل يكون متقطع كبير يعني يكون مثلا فيه وانتي بتفرمي البصل يكون فيه عند قطع كبيرة ده ممكن يخليها تفصل حاجة كمان ان البصل يكون فيه مية المية بتخليها تفصل لان اللحمة نفسها تنزل ميتها فهي مش محتاجة اصلا مية كتير الحاجة كمان فيه ناس بتحط معاها بقدونس البقدونس كمان من الحاجات اللي ممكن تخلي الكفتة تفصل فيه ناس بتحط مع الكفتة بقسمات تعيش مبلول فهي مش اصلا قفتة الحاجة صافة اصلها السمين واصلها البهارات اللي بتتحط عليها سوف اضعها في الفرن تقريبا مدة تلت ساعة وعايز اقول لكم الموضوع ده بيختلف من الفرن للتاني يعني انت تابعيها تابعي السوا بتاعها وان شاء الله لما تخرج من الفرن هصورها لكم ويا رب الطريقة اجيبكم جربوها هتطلع كفتة الحيتي هتبطلوا تشتروها من برا طبعا في البيت طعمها قلازم انضف بكتير حاجة مضمونة جدا حاجة كمان لو حابة يعني تنعنيشي الجو كده وتحسوا ان انتو يعني في عرض كفتة الحيتي فعلا ممكن تجيبي فحمة وتولقيها على النار وتحطيها في ورق فويل تحطيها هنا في النص بعد ما تطلع وشوية زيت تحطيها على الفحمة وتغطيها هتبقى بطعم الفحم جدا وان شاء الله تعجبكم جربوها هتعجبكم جدا هتحس ان انتي فعلا بتاكلي كفتة الحيتي انا كده خلصت ويا رب نكون في دنياكم بحاجة واستنونا فيديوهات جاية بوصفات جاية وهتبطلوا تشتروا اي حاجة من برا اشتركوا في القناة